طيب خلينا ننتقل أيضا للصوت تاني وهذه المرة الصوت نسائي وأنا بحب قوي السيدات لما يكونوا مشاركات لأن دايما عندهم أفكار كتير برقة ومختلفة وفيها تفاصيل الأستاذ رباب موسى عضو المبادرة الوطنية للتطوير الصناعة المصرية ابدأ مساء الخير يا فندم مساء نور يا فندم زي حضرتك الحمد لله أنا دايما ببقى سعيدة لأنه بلاقي أنه السيدات طبعا مفيش تحيز ولكن السيدات دايما هما ملوك التفاصيل فأقولي للتفاصيل شكلها إيه اليوم في ليلة الخير الحقيقة يا فندم احنا مبادرة ابدأ بنشارك النهاردة في احتفالية كتشف كتشف السادق قاهرة الدولي احنا بنشارك من خلال حاجتين أول حاجة منصة كليني إشارة المنصة دي طبعا تنفيذا لفخامة الرئيس لتعليماته بضرورة أن احنا يبقى متواجد معنا دايما لغة الإشارة في الفعاليات المختلفة فبيشارك معنا النهاردة أعضاء منصة تكلمني إشارة هما من مجموعة من الطلبة اللي أمسيته بتكرمهم فيه سوهيك هما بيشاركوا معنا في ترجمة الإبنت بلغة الإشارة علشان يقدر يوصل بشكل متكامل لكل الناس طبعا والحقيقة المنصة دي منصة هيلة جدا هي منصة تجربية مختصة بترجمة المناهج الدراسية والتعليمية للغة الإشارة ومبادرة أمدأ بتدعمها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إزاي نقدر أن احنا نطور المناهج الرقمية للطلاب من دول همام عشان نقدر أن احنا نساعدهم على التحصيل الدراسي وبالإضافة كمان لتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل أكيد فدي أول نقطة النهاردة كنا بنشارك بيها الحاجة الثانية أننا بنشارك بيها برضو النهاردة الحقيقة هنا في المبادرة تبدأ عندنا ثلاث محاول رئيسية في محور من المحاول الرئيسية عندنا في المبادرة هو محور دعم الصناعة المحور دعم الصناعة ده الهدف الرئيسي بتاعه هو تقديم الدعم الفني والتقني للمصانع المخالفة والمتعسرة وإزاي أن احنا نقدر نقن أخضاعهم ونقدم لهم الدعم فالحقيقة إحنا لما نزلنا على أرض الواقع وعملنا درسات وبعد شغلي كتير قوي مع مصانع متوسطة وصغيرة لقينا من أكبر التحديات اللي بتقابل صحاب المصانع أنهما ما بيبقى عندهم مشاكل في التسويق يعني المنتج بيبقى عنده منتج بجودة هيلة جدا بس ما بيقدرش أنه هو يعمله الماركتنج أو التسويق بتاعه بشكل كبير أو بشكل يناسب المنتج اللي هو عامل فإحنا من خلال الفعاليات الكبيرة اللي احنا بنعملها بنقدر أنه نفتح له المجال أنه هو يقدر أنه هو يدخل معنا وبنقدم له الدعم التسويقي علشان يقدر يوصل لكل الناس بشكل أوسع وبشكل أشمل أنا الحقيقة يعني عندي سؤال كمان أستاذ رباب وإحنا بنتابع الصورة بنتابع الصورة مع حضرتك شايفين كمان في مكان تغليف بيغلف العبوات والصناديق وكده فهل ده أيضا كمان من مبادرة إبدأ أنتوا بتشتغلوا على الصناعة وبتساعدوا توطين الصناعة فنا شايفة أنه مش بس بتقدموا يعني صناديق كده مجرد صندوق لا الصندوق وكأنه داخل مصنع يعني بالضبط يا فنديم الحقيقة احنا أهدافنا الأساسية فهداف مبادرة إبدأ احنا أقلح يعني هل ما حيجة عندنا أنهنا زي نقدر أنهنا نعمل توطين للصناعة المصرية وإزاي نقدر أنه نقلل الفاتورة الاسترادية وفي نفس الوقت برضو نقدم توفير فرص عمل تكون مناسبة لأعداد كبيرة جدا من الناس وده بنقدر أنه نحققه عن طريق ثلاث محاور أساسية في المبادرة عندنا محاور المشروعات الكبرى ده إحنا فعلا بنعمل فيه شركات مع كبار المصنعين والمستثمرين وكمان بنقدر أنه نطور فيه مشاريع وبندخل مشاريع جديدة وكمان برضو المبادرة بتقدر أنها تجمع أكبر المصنعين تحت نطاق واحدة كلها ما هابدأ عشان نقدر أنه نوطن الصناعة وده الحقيقة عملناها في حاجات كتير قوي زي في الأجهزة المنزلية وبالشراكة مع مستثمرين مصريين وكمان شريك أجنادي وبردو نجحنا برضو أنه نقدر أنه نجزب استثمرات كتير قوي في صناعة الأسمدة والمنتجات الكليموية والمطاط واللدائن وكتير قوي من الصناعات أكيد الحقيقة أنا سعيدة جدا بإبدأ لأنه الحقيقة مهمتها كبيرة ومهمتها مهمة أنا بشكرك جدا أستاذ رباب موسى عضو المبادرة الوطنية للتطوير الصناعة المصرية واللي قالته أستاذ رباب ده فعلا مهم بتتكلم عن لغة الإشارة فإذا أنه أنت بتتكلم عن حق مواطن وبتتكلم عن حقوق إنسان أنت بتحققها لأنه أنت مؤمن جدا بأن أنت مصر بلد بتاعة الحقوق الإنسان تحب قوي أن هي أكتر واحدة البلد بتاعة الحضارة والتاريخ طبيعي جدا أن هي تقدر تكمل كل حاجة ممكن تقدمها للإنسان خصوصا ابنها ابن البلد دي كمان أنه مبادرة إبدأ بتقدر أن هي تساعد المصانع المتعثرة فبالتالي أي مصنع صغير مصنع ما عندهش من الخبرة أو التسويق أو أنه يقف مع نفسه أنت بدل ما تبدأ صناعة من جديد لأ عندك مصنع بس متعثر فأنت تساعده وبالتالي أنت بتكسب مصنع موجود أيضا فيه عمال بتحافظ على عمالة بتحافظ على أكل عيش الناس وبتساعدهم وبالتالي تقدر تقف كمان والمصانع تزيد وتشتغل بدل ما يقفل ويمشي العمال بتوعه يعني أنا سعيدة جدا لأنه كل مؤسسة منهم زي ما شفنا على الشاشة بتحاول كمان تكتهد باللي هي بتقدمه في المجتمع يعني بتحاول تساعد في مبادرة كتف في كتف وكمان من اللي هي بتقدمه في المجتمع فالحقيقة الصورة بتتكلم كتير بتتكلم خير وبتتكلم عن الحقيقة حاجات جميلة ومختلفة وان شاء الله تكمل وان شاء الله المبادرة دي أنا متأكدة إن هي هتخلينا كده مع الدين في هذا الشهر بحاجات كتير جدا ربما في آخر الشهر نحس إن إحنا أنجزنا كتير وأخذنا بإيد أهلينا وكتفنا كان في كتفهم